السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دورة تعليم الـ Vue.js Framework سنتعرف في هذا الدرس على بعض المدفيرز الجديدة التي تستخدم لإنشاء اختصارات سواءً للوحة المفاتيح أو اختصارات للموس فيوجد لدينا طبعاً هذا المثال من الدرس السابق يوجد لدينا هنا Input وفي حقام المستخدم بالضغط على زر الـ Enter سنقوم بطلب إذن هذه الدالة الموجودة لدينا هنا في الأسفل سأقوم بتجربة المثال إذن سأنتقل للمتصفح وسأضغط على تحديث الآن في حال قمت بكتابة Test نلاحظ أنه لا يحدث أي شيء في حال ضغطة Enter يتم إذن معالجة هذا الـ Event فالآن سنقوم بإنشاء اختصارات جديدة في حال قام أن مستخدم بالضغط على زر الـ Control مع الـ Enter فسنقوم بعمل هندلم لهذا الـ Event فإذن .control.enter فسأضغط على تحديث إذن وسأقوم بكتابة Test الآن سأقوم بضغط على Enter فلن يحدث شيء إلا في حال قمت بأضغط على Control مع الـ Enter معا حتى يتم تنفيذ هذا الـ Event وأيضا يوجد لدينا أكثر من موديفاير آخر لدينا الـ Alt سأقوم بتجربته مرة أخرى أيضا في حال قمت بكتابة Alt بهذا الشكل وعودت هنا إلى المتصفح ضغط على تحديث كتابة Test وضغط على Enter إذن لن يحدث شيء في حال ضغط على Alt وـ Enter نلاحظ أن الـ Event يتم عمل هند له وأيضا لدينا الـ Shift بهذا الشكل يستخدم بنفس الطريقة ويوجد لدينا موديفاير آخر وهو المتا موديفاير المتا يمثل إشارة الـ Windows أو زر الـ Windows الموجود في كيبورد الخاصة بالـ Windows وأيضا لدينا الكيبورد الخاصة بالـ Mac تحتوي على زر مشابه هذا الزر هو يملك هذا الرمز وأيضا لدينا هذا الرمز Diamant في كمبيوترات الـ Sun وإذن بهذا الشكل نستطيع إذن إنشاء اختصارات للوحة المفاتيح وفي حال سأقوم هنا بإعادة Control بهذا الشكل وفي حال أردنا عمل اختصارات لـ Mouse طبعا يجب علينا تبديل أولا هذا الـ KeyUp يجب علينا تبديله به الماوس عفوا بـ Click بهذا الشكل في حال تم إذن عمل Click مع Control سيتم عمل Handle لهذا الـ Event إذن سأقوم بتحديث الصفحة بهذا الشكل في حال قمت بالضغط نلاحظ أنه لا يحدث شيء في حال قمت بالضغط على Control وقمت بالضغط معا فيتم إذن عمل Handling أو يتم عمل Trigger لهذا الـ Event ويوجد أيضا موديفيرز أخرى متعلقة بالـ Mouse في الماوس خاصة وهي الماوس بإمكان كتابة إذن Left Left هو زر الفأرة الأيسر زر الماوس الأيسر في حال ضغطت هنا على تحديث وقمت بالضغط على زر الفأرة الأيمن فلن يتم عمل Handling لـ Event في حال ضغطت في الزر الأيسر نلاحظ أنه يتم عمل Handling وأيضا بشكل مشابه يوجد لدينا .Write لزر الفأرة الأيمن و .Middle للزر الأيسر وهو العجل أو الـ Scroll في حال تم الضغط عليها فهو .Middle الموديفير الخاص بها وبهذا الشكل طبعا نكون قد تعرفنا على طريقة استخدام هذه الموديفير الجديدة لإنشاء اختصارات سواء اختصارات لوحة المفاتيح أو اختصارات تجمع بين لوحة المفاتيح والكيبورد وبهذا الشكل طبعا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديد الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قناة